فمريم قالت وكنت نسيا منسي يعني ليتني لم أولد ولم أوجد لأنها ستعرف أنها ستخوض تجربة مؤلمة مع بني إسرائيل ولن يصدقها أحد منهم فناداها من تحتها كانت تحتاج هنا إلى زيادة اطمئنان على اطمئنانها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا من الذي نداها؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الذي نداها من أسفل الوادي هو جبريل عليه السلام ومجاهد وغيره قالوا إن الذي نداها هو عيسى عليه السلام نداها بعدما وضعته من أسفلها وكلمها وناداها ورجح ذلك الطبري وأنا أميل إلى ترجيح هذا لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام سبق أن رأته وسبق أن كلمها وأن طمئنها فهي الآن تحتاج إلى تجديد اطمئنان فلما يتكلم هذا الطفل الذي لم يبكي عندما ولد إنما كلمها بمجرد ميلاده فهذا سيؤدي إلى أن يربط على قلبها والله أعلم